أقرب الساعة بتشير إلى الثمنة صباحا بتوقيت القاهرة وده موعد موجز الأنباء اللي حأتيكم الآن بصحبة زملتنا لامياء حمدين يا لامياء صباحا شكرا لك مصطفى الثمنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بسلطنة عمان الشقيقة وبزيارة الرسمية الأولى لسلطان هيثم بن طارق إلى مصر حيث جاء خلال لقاء الرئيس السيسي بسلطان عمان قبل انتهاء زيارته ومغادرته البلاد حيث أكد الرئيس السيسي والسلطان هيثم الحرص المتبادل على مواصلة العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين هذا وقد تفقد سلطان عمان مسجد مصر ومدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة تنطلق اليوم ثاني جلسات المحور الاقتصادي في الحوار الوطني حيث تعقد أربع جلسات تخصص جلستان منها لمناقشة قضايا لجنة الصناعة وجلستان لمناقشة قضايا لجان الاستثمار الخاص المحلي والأجنبية وكانت أولى الجلسات النقاشية للجان المحور الاقتصادي قد ناقشت الأسبوع الماضي القضايا الخاصة بلجنة العدالة الاجتماعية وتضمنت قضية برامج الحماية الاجتماعية الوضع الراهنة والتطورات الجديدة بالتزامن مع مناقشة لجنة السياحة في جلستها الأولى قضية صياغة الخريطة السياسية لمصر ووسائل الجذب السياحية استقبل محافظ البنك المركزي حسن عبدالله رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقية أكينومي أجيسينا على هامش الاستعدادات لانعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقية في شرم الشيخ وتشهد الاجتماعات حضورا رفيع المستوى من مزراء المالية ومحافظ البنوك المركزية من 81 دولة ونحو 4000 مشارك من كبار الرجال الأعمال وشركاء التنمية وتأتي الاجتماعات في إطار حرص مصر على تعزيز وتعميق التعاون مع الأشقاء الأفارقة في كافة المجالات خاصة من الناحية الاقتصادية دخل اتفاق الهدنة المؤقت في سودان حيث تنفيذ يتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الجيش السوداني أن عموم البلاد تشهد استقرارا في الموقف العملياتي عدى اشتباكات متفرقة مع قوات الدعم السريع في أجزاء من العاصمة الخرطوم وأوضح الجيش السوداني في بيان له أن الجيش اشتبك مع مجموعة من قوات الدعم السريع في شارع الغابة وكبدها خسائر كبيرة ودمرها واستولى على عدد من العربات المسلحة وأضف الجيش أنه وجه ضربات للدعم السريع بعدة مواقع بالخرطوم وبحر وأومدرمان نتج عنها تدمير عدد كبير من العربات المسلحة والأسلحة والمعدات وسقوط عشرات القتلى والجرحة كشف حاكم مقاطعة بلغورد الروسية الحدودية مع أوكرانيا أن مسيرات أوكرانية ضربت عدة مناطق في بلغورد دون وقوع إصابات تأتي تلك التطورات بعد إعلان السلطات الروسية في وقت سابق أن مجموعة مسلحة دخلت المنطقة المتخمة لأوكرانيا ما دفعها إلى إعلان نظام لمكافحة الإرهاب وإجلاء المدنيين في محاولة لصب هذه الهجمات وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن أعمال التخريب الأوكرانية في مدينة بلغورد تهدف إلى تحويل الانتباه بعيدا عن خسارة أوكرانيا لمدينة بخموت أخفق الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي في التوصل لاتفاق حول كيفية رفع صقف دين الحكومة الأمريكية والبالغ 31.4 من 10 تليون دولار وقال مكارثي للصحفيين بعد محادثات استمرت ساعة مع بايدن في البيت الأبيض إنه ليس هناك اتفاق بعد مشيرا إلى أن مفاودي الجانبين سيواصلون المشاورات ولم يعد أمام الجانبين سوى عشرة أيام فقط للتوصل إلى اتفاق لرفع صقف دين الحكومة الاتحادية وإلا فإنها قد تتخلف بشكل غير مسبوق عن سداد الالتزامات أعلنت وزارة الزراع الموافقة على استراد 170 ألف رأس ماشيات لترحيها في الأسواق بجانب الانتاج المحلي استعدادا لعيد الأطحى المبارك وأوضحت الوزارة أن الدولة تحرص على تعزيز مخزونها الاستراتيجي من اللحوم بتنوع مناشئ الاستراد وإطلاق المشروعات القومية وذلك للنهوض بالثروة الحيوانية كما أكدت الوزارة اهتمام الحكومة البالغ بزيادة الإفراجات لتوفير الأعلاف مما كان له الأثر الإيجابي في خفض أسعار الأعلاف اللازمة بالثروة الحيوانية والداجنة رياضيا فاز المصر البورسعيدي على مضيف الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في الجولة التسعة والعشرين من الدور الممتز وفي نفس الجولة حقق الداخلية تعادلا ثمينا مع ضيفه الزمالك بهدف لمثله وأحرز سيف الدين الجزيري هدف الزمالك في الدقيقة الواحدة والعشرين وأحرز هدف التعادل سامير فكري في الدقيقة الرابعة والثمانين من ضربة جزاء بينما أهضر أحمد سيد زيزو لعيو الزمالك ركلة جزاء عند الدقيقة الخامسة والسبعين مشاهدين انتهى موجز السامنة وعودة الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل اشتركوا في القناة